بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بنا نتعلم كيف نعرف الاختلافات بين البرانش وطريق التغيير اسمي البرانش وكيف أحذف البرانش عندنا أربع عوامر ونتعلمهم اليوم أول أمر عندنا إياه هو أشوف الاختلافات بين البرانشات get different master خلينا نحكي من القارن الماستر مع اسمي البرانش باستخدام double dot في المحاضرة السابقة نحن نشأل location وراحكيلوها السابقة double dot location راح نطبقها كمان شوي الأمر الثاني هو كيف بدي أغير أنا اسمي البرانش باستخدام get different dash m معناتها move بنكتب اسم البرانش القديم ونعطي اسم البرانش الجديد كيف بدي أحذف البرانش get different dash d ومعناتها delete اسم البرانش أولا في عندنا نقطة مهمة لو كان البرانش مش معمول له merge مش راح يقبل انك تحذف هذا البرانش في الحالة هاي راح نستخدم d capital d capital بتحكيلو حتى لو كان البرانش مش معمول له merge تقدر تحذفه أسرح نطبق هاي الأوامر كلها عشان تكون الفكرة واضحة 100% راح نشتغل على نفس مشروعنا اللي هو البروجيكت بالبداية خلينا نتأكد من حالة المشهور hit status كل اشي عندي اياه clean خلينا هسا نشوف الاختلافات بين الماستر وبين اللوكيشن hit different master w dot location وهي enter هون بحكينا انه في عندك اختلاف بين الماستر وبين اللوكيشن a ترمز للماستر وبين ترمز لللوكيشن على حسب الترتيب مش هكتبنا master w dot location فالبرانش الثاني راح يكون b والبرانش الاول راح يكون a فالa بتكون master والb بتكون location بحكيلك هنا انه في ال b انت ضايف سطر شديد وهو اسمه create page home هذا الاختلاف بين اللوكيشن اتمنى تكوني الفكرة صارت واضحة hi q خلينا هسا نغير اسم اللوكيشن قبل ما اغير اسم اللوكيشن بدي اشوف بس البرانشات العندي ايها انا get branch enter location location to master بدي اخلي اللوكيشن يتصير location 1 راح نكتب get branch dash اختصار الكلمة move واعطينا الاسم القديم واسمه location والاسم الجديد راح يصير location 1 enter خلينا نشوف البرانشات هيصار عندك location صار location 1 اتمنى تكون كمان الفكرة صارت واضحة واخر فكرة عنا اياها اليوم انه كيف ممكن انا احذف branch خلينا نحذف location 2 get branch branch dash d اصار الكلمة delete واكتب اسم البرانش هي location 2 enter شو حكالك هنا delete branch location 2 عارف السؤال راح تسعني هتقول لي قبل شوي حكيتنا اذا البرانش مش عاملينه merge ما بزبط امسحه لكي بتحكي لك شغلة هي location 2 احنا عدلنا عليه هتقول لي لا طب تعالي نجرب نفس الامر هذا لكن نمسح branch 1 شو حكالك هون هلك ما بزبط امسح لك location 1 طيب ليش لانك انت عدلت عليه ورفعت comment على الربستوري الخاصة في location 1 اذا انت متأكد من عيد الحذف اكتب get branch dash d capital location 1 خلينا ننفذ نكتب get branch dash d capital location 1 enter اكتب انا حذفت لك البرانش اسم location 1 get branch اكتب البرانش اللي عندك اياه هو الماستر وانت واقف عليه اتمنى كانت افكارنا واضحة ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم ريال تيكو مرات